السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي الكرام ازايكم عاملين ايه يا رب تكونون بخير النهاردة مع معلومة سريعة كده هوت معلومة بسيطة اه جدا بس حبيت اللي انا انوه عنها خير الكلام ما قلة ودل اقول لكم عليها بازن المولى عز وجل اه اكتر سبب يخرب الكلة اكتر شيء بيخرب الكلة بتاعتك وانت متعرفش الناس اللي بتاكل املاح كتيرة الناس اللي بيتزود الاملاح في الاكل الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم نتيجة لذلك اه يبصوا اكتر حاجة ويبص الدكتور يبص على الكريتين بتوعه الكريتين فيهم مشاكل يبقى في مشاكل في القلب في مشاكل في الكبد في مشاكل في كل حتة في الجسم فارتفاع ضغط الدم هو المسؤول الرئيسي عن اكتر وتسام في المية من امراض الكلة وفشل الكلة انت بتلاقي المريض الضغط الده جماعة اسمه القاتل الصامت القاتل الصامت بمعنى انه بيجي فجأة ممكن لنسان يجيله جلطة ممكن لنسان لا قدر الله يموت في لحظتها لانه بيبقى معه الضغط وهو ماش عارف يقول لك انا عندي اشضاع انا عندي بش عارف اه برجع انا هي مش عارف اه جسمي ماله الكلم ده كله بيبقى عنده الضغط فهو مالوش اعراض ممكن يبوز الكلا ويبوز بالتالي القلب فالحل الامثل انك بتقيس الضغط لو فوق سن اللي اربعين بتقيسه على الاقل كل اسبوع مرة عشان تطمن على نفسك تشوف الضغط في معدلاته الطبيعية زاد شوية نقلل ملاح اه خاصة يا جماعة الناس اللي عندهم السكر لو عندك السكر السكر نفسه بتلاقيه بيوصل للضغط وانت ما انتش عارف فياريت دي معلومة بسرعة ومعلومة اه وحبيت انوى عنها لان يعني عدد كبير من ان المصريين او من الدول اللي موجودين بيخسلهم كلا بسبب الضغط اللهم وبالغت اللهم فاشهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته